بدون شك أن مشكلة المياه وشحة المياه في المنطقة وفي العالم هي أحدى القضايا الأساسية التي ستواجهها الكثير من دول العالم وذلك بسبب ازدياد عدد السكان بسبب التغيير المناخي بسبب أيضا سوء استخدام الموارد المائية من قبل العديدين إن كانت في الزراعة أو في أمور أخرى تعني بأن ما لم تتم معالجة هذه المشكلة فإننا سنرى مواجهات ربما قد تصل إلى مواجهات عسكرية بين بعض الدول ولكن سنرى صراعات على الموارد على الطاقة وخاصة على المياه والشرق الأوسط كما ذكرت هذه الدراسة التي تفضلتم وأشارتم إليها هي فعلا مؤشر مهم على طبيعة هذه المشكلة التي تواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص من هنا تأتي أهمية هذا البرنامج هذه الخطة المغربية التي بدأت في عهد المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني ويقوم بها الآن يستمر بتطويرها في برنامج جديد العاهل المغربي الملك محمد السادس ولذلك من هنا تأتي هذه أهمية هذه الخطة أن هناك تركيز عليها من عدة جوانب أولا كان من ناحية بناء السدود هناك مثلا ثاني أكبر سد في أفريقيا هو في المغرب هناك أيضا سدود جديدة تم بنائها خلال السنوات الأخيرة هناك مشاريع للسدود جديدة هناك أيضا أفكار لفكرة تحلية المياه للحفاظ على المياه الجوفية للتفرقة بين المياه الأمطار والمياه الأخرى وأعتقد أن هذا مؤشر مهم على أن المغرب هي واحدة من أوائل الدول في المنطقة التي تتعامل بجدية مع هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر